هذا ويحتفل عالم في الخامس من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للعمل الخيري الذي أقرته الأمم المتحدة بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين وتمتلك مملكة البحرين بمختلف مؤسساتها سجلا حافلا في العطاء الخيري والإنساني ومد يد العون للمحتاجين داخل المملكة وخارجها من الإنسان وللإنسان ينتقل الخير ومن الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي تعمم جهود الإغاثة والعون للمحتاجين في مختلف المجتمعات واليوم الدولي للعمل الخيري هو يوم أقرته الأمم المتحدة بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية إن مملكة البحرين تفخر بمشاركة العالم الاحتفاء بهذا اليوم وتفخر بالمنجزات التي سطرت سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي ومحليا لم تغفل مملكة البحرين عن إيجاد إطار تشريعي يسهم بنهوض مؤسسات المجتمع الملاني بالعمل الخيري وأصبحت المؤسسات الخيرية البحرينية مساهمة بشكل جلي حيث وفرت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الإجراءات التنموية لمضاعفة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني عبر زيادة التنسيق فيما بينها وتوفير أوجه التسهيلات لتنفيذ برامجها ودعم وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي أيضا كانت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ولا تزال اليد الإنسانية والإغاثية لمملكة البحرين في ميدان العمل الخيري والإنساني ووجهت المؤسسة العديد من المبادرات للمجتمع البحريني بمختلف مكوناته لسيما الأرامل والأيتام ومن ناحية دولية كانت يد الخير البحرينية ممثلة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ممدودة لمختلف الأشقاء والأصدقاء لمساندتهم في محنهم وتأكيدا بأن عمل الخير سمة بحرينية أصيلة لا تلتفت لشكل أو لون أو عرق فيد البحرين من الإنسان للإنسان سجلت مملكة البحرين بكافة مؤسساتها الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني العديد من المواقف على مدى الزمن وصطرت أسماء أشكال العمل الخيري والإغاثي بتسخير كافة الإمكانيات وتذليل كافة التحديات من أجل عمل خيري إنساني مستدام ترجمة نانسي قنقر